تعالوا نكمل كلامنا عن الآوز بيلدونج اليوم أحضر لكم موقع جزيز جدا لنستعرض فيه 350 وظيفة مختلفة للآوز بيلدونج طبعا مش هولهم كلهم بس انت موقع ده تلاقي بالأكيد في الوصف لو انت مهتم منك ان تأتي تعمل الآوز بيلدونج أو تدريب مهني في ألمانيا تقدر انك انت تذهب للموقع ده تبص على الأقسام المختلفة لممكن انت تشتغل فيها تدريب مهني وتشوف الحاجات التي انت مهتم بها تبدأ تعمل سرش عنها تبدأ انك انت تشوف بالزبط هل هي متوفرة في ألمانيا كوظيف بعد الآوز بيلدونج ولا لا وهما في ألمانيا بتاخد انت قديق اصلا في سنين الآوز بيلدونج وهل هي سنة السنين ولا سنتين ولا أربع سنين تقدر انت كمان تشوف المرتبات في كل قسم وتعمل بحث بنفسك فأنا بديلك على بداية الطريق وممكن انت بنفسك بعد كده تدوز بقى وتشوف ايه الحاجة مناسبة لك تعالوا نشوف المواقع الذي اصدق عليه هو المواقع The Life in Germany في لستة قيمة بكل الأوز بيلدونج اللي موجود في ألمانيا هتلاقي في لستة ديت جميع أقسام الأوز بيلدونج اللي متوفرة في ألمانيا في 2023 وكمان في 2024 فعلى سبيل المثال في الأيكانومي والأدمنستريشن في برضو حاجات طبع السيليز منجمنت في حاجات طبع الميديا كلياركس في طبع حاجات الميديا كلياركس وهتلاقي حاجات طبع القوانين والPublic Administration فانت تخش مثلا على Sales Management اللي هي المبيعات وتشوف ايه المتوفر تحتها تدريب مهني كل واحدة من دي بتعبر عن تدريب مهني بالعنوان ده يعني Automotive Salesman مبيعات في السيارات على سبيل المثال لو احنا رحنا ضغطنا عليها يفتحنا موقع تاني بيتكلم بس ازاي نحن تكون Automotive Salesman يعني الموقع لو انت فتحته في اي واحدة من دول هيقعد يشرح لك بالضبط الابطة بتاعه يبقى عبارة عن ايه بالانجليزي حتى لو انت مش عارف تعرفه من الماني وممكن تترجمه بسهولة جدا عربي فيه كتير بقى زي ما انتم شاهدون فيه كل الموقع ده ماليان اوز بلدنج معظمها موجود لها description ووصف ممكن تدوس على اي موقع زي ده وتشوف الشونا ده تتكلم عن ايه اوز بلدنج ايه نظامه وهنا هو متوفر وانا مش متوفر وهنا هو يستحك ان ندوس فيه وانا ما يستحك ان انت تدوس فيه انتم في الموقع ده ايه كل قسم و ايه كل برامج تدريب مهني لتحتي وتقدر انت بالسهولة بعدها سوف عايز اشوف مثلا فني كهرباء فني كهرباء دوت حالان لو ترجمنا على جوجل ترجمة بسيطة الريكتكر يعني كهربائي ولو جيت انا عملت على مثلا موقع انديد في وظائف الريكتكر في 21000 وظيفة لديده يعني فيه في الكهربائي 21000 وظيفة موجودة فنماني وجدت أيضا على مواقع أخرى نفس النظام اللي هي stepstune.exing.com أيضا سأعطيني أرقام فأنت تعرف تبحث في هذا النظام في أي واحدة من الkeywords أي برنامج تعرف تشاهده إذا كان مطلوب في ألمانيا أو لا وتقدر أيضا تعرف مرتبات أقول لك كيف انت بص روح على جوجل وكتب الاسم الشغنالة نحن عملناها في ألمانيا وكتب جنبها gehalt.de أول لما يأتي لك أول واحدة وهي gehalt.de ويأخذ قد ايه في الشهر 1632 في المتوسط ممكن يأخذ ألي من كده وممكن يأخذ أكثر من كده وهذه بعض الأمثلة لشغلنات موجودة في أماكن مختلفة في ألمانيا تقدر أيضا تعرف لو أنت عندك خبرة في المجال تأخذ قد ايه مرتبات تقدر أيضا تعرف مرتبات متأسمة مثل على ألمانيا وتبدأ تعرف أيضا لو شركة كبيرة أو شركة صغيرة مرتباتها تتعمل مثل فكل هذا ستعرفه عن كل تدريب مهني فيك يا ألمانيا فإنه ممكن تذهب للف владمائي وسترى كل الأقسام الموجود ي Burton اختار 10 أقسام منهم انت داخلت دماغك أب PRIVAR وبعد ذلك تذهب à更 for you بالفعل لماذاك تواجع على الوظيف PATRIV مثلا على سبيل الـ L anthccare أو كان يوجد كام التدريب مهني في ألمانيا accomму 2000 ess والمعنات وأكثر تذهب مكت conclude ما podemos استخلفه في ألمانيا المتبينما إلى今日 في الكهرباءته أو المطلبات الجميع لبidity فبحث مع الأبدالج كيف انك انت تبحث في كل قسم على حدة وتوصل في الآخر ان انا عايز اقدم فيه النوع ده من التدريب المهني انت وصلت هذا على مداية الطريق انك انت اخترت الاقسام المعينة اللي انت حابب تقدم عليها اتمنى لكم التوفيق واتمنى لكم ان ربنا ان شاء الله يعني يكتب لكم اللي انتو نفسكم فيه لو فيها اسئلة اكتبها ليه في كومنتات تسلاش الدعم لايك وشير وسبسكرايب فيه لسه كلام كتير يتقال على الابس بلدونج في حلقات جاية ان شاء الله فيها معلومات كتير مهمة ما تفوتهاش نشوفكم ان شاء الله على خير في افضل صحة وحل سلام يا شباب